قال سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان المناخر بأن دمج اليمن مع اقتصادات دول الخليج العربي سيبدأ فور انتهاء الحرب وبدء السلام وأكد خلال مشاركته في منتدى اليمن الدولي في العاصمة السويدية السوكهولم استمرار مساعي تمديد الهدنة اليمنية القائمة وعشار إلى دعم دول الخليج لجهود إنهاء الأزمة التي بدأت في الحادي والعشرين من سبتمبر في العام الفين واربعة عشر وهو تاريخ انقلاب ميليشيا الحوثي وسيطرتها على العاصمة الصنعاء